وفي غضون زيارته لمحافظة المهرة تفقد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء فرج البحسني سير الأعمال الانشائية الجارية في مشروع مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية بمدرية الغيظة الممول من البرنامج السعودي للتنمية والإعمار واستمع البحسني إلى شرح حول سير الأعمال الجارية في المشروع وما تم إنجازه من أعمال وقذ الأعمال المتبقية لاستكمال المشروع الذي يقع على مساحة تقدر بمليون متر مربع لبناء مشاريع طبية وتعليمية ويضم بناء مستشفى في المرحلة الأولى بساعة سريرية تبلغ 110 سرير كما زر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية ميناء نشطون موجها باعتماد صيانة زورق البحرية وكذا صيانة خمسة زوارق صغيرة تابعة لقوات خفر السواحل بالمهرة واعتماد ظل لبوابة الميناء مؤكدا اهتمام مجلس القيادة الرئاسية بكافة المنافذ البحرية والبرية والجوية والعمل على تحسين أوضاعها والارتقاء بمستوى الخدمات فيها كما قام النائب البحسني بزيارة تفقدية لكورنيش محيفيف بمدرية الغيظة متعرفا على الأضرار التي خلفها إعصار لبان في الكورنيش الذي اجداح محافظة المهرة في أكتوبر من العام 2018 والجهود التي بذلتها السلطة المحلية بالمحافظة في عملية التأهيل ترجمة نانسي قنقر